موسيقى الثالثة في العاصمة طرابلوس السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين سرايا الدفاع عن بنغازي تؤكد مقتل عنصرين من قواتها جراء القصف الجوي من طيران الكرامة شرق جدابيا وسلاح الجو أتابع لعملية الكرامة يقول إن القصف أسفر عن خسائر مادية موسيقى تجدد الاشتباكات في شارع المفاتيح ببنغازي وشورى الثوار يؤكد مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في انفجار لغم بمحور الصابري وتفكيك عشرة ألغام أرضية بالعمارات الصينية الشركة العامة للكهرباء بطرابلس تقول إن الاستهلاك المفرط هو أحد أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي ويتؤكد أن عزوف بعض المدن والمناطق عن طرح الأحمال زاد من الضغط على الشبكة أهلا بكم إلى التفاصيل قال عضو سرايا الدفاع بنغازي ياسر جبالي إن عنصرين من السرايا قتل جراء القصف الجوي الذي نفذته طائرات عملية الكرامة شرق مدينة جدابيا فجر اليوم الأربعاء وأكد جبالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تتمركز حالياً في منطقة الرغطة مع تمكن مجموعة تصلاع تابعة لهم من الوصول إلى مشارف المجرون وأضاف جبالي أن قواتهم تشبك مع مجموعة من قوات عملية الكرامة بعد مباغتتها في الصحراء من السرايا مشيراً إلى أن سلاح الجو تابع لعملية الكرامة يحاول فك الحصار عن هذه المجموعة من جانبه قال أحد قيادي سرايا الدفاع بنغازي منصور الفايدي أن قواتهم تسيطر على مناطق سلطان وجليدية وسعبد العاطي وتتقدم نحو المجرون للالتحام مع الثوار في بنغازي حسب قوله وأضاف الفايدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السرايا الدفاع أثرت خلال الأيام الماضية 23 عنصراً من قوات عملية الكرامة وغانمت 12 آلية عسكرية من جانبها أشرت غرفة تحرير جدابيا إلى أن سلاح الجو تابع لعملية الكرامة شن سبع غرات متتالية حاولت استهداف تمركزات للسرايا ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو غرفة عمليات سرايا الدفاع عن بنغازي عبدالله الكديكي سيد الكديكي بداية ما هي آخر التطورات الميدانية آخر التطورات الميدانية نحن في عملية تمشيط واسعة للمناطق التي تم السيطرة عليها ومراحقة الباقاء الفلول التي تحاول تطلب لسرايا الدفاع عادينا نقدمها بإمكانية المغازي ورصب أماكنها والتعامل معها بالأشلحة التفيدة طيب سيد الكديكي سلاح الجو تابع لعملية الكرامة قال إنه شن غارات جوية على مواقع لسرايا الدفاع بمحيط جليدية ما صحة ذلك؟ والله هو من أول ما اخترحنا عليه الأماكن التمركزات ثم هو يحاول أن يصدق تقدماتنا تقدم السرايا باستجاه مدينة المغازي ولكن الحقيقة أنه يستهدف أغلب المبني المواطنين المتكال الخاصة للمواطنين والعائلات من سبب حتى في النزوح لأغلب هذه المناطق التي توجد بها طيب حاليا ما هي المناطق التي تسيطرون عليها؟ والله إنت من انتجاد شارف مديد الزيتينة إلى مشارف منطقة المغرون طيب سيد الكديكي هنا في اعتقادك هل سيطول أمد هذه المعارك حتى تتم عملية الحسب؟ والله نحن تقدم بصراحة لكن نحن تقدمنا بطير لتمشيط هذه المناطق وملاحقة البلول التي متبقية من بقايا الكرامة التي حاولت الاسترار سواجات نفسها من طاق الصحراء اليوم حاول الطيران المروحي أن ينزلنا بعض الدخائر أو بعض المؤن لكن شباب ما شاء الله تعاملوا معه وصدوا محاولاتها البائثة وهو في بعثه حتى المقاومة ليست مقاومة كبيرة المقاومة من أغلب الأسرى لدينا حوالي 25 أسير حاليا كل المعلومات تقول أنهم عبارة عن ناس مدنيين تم تجميدهم وحاولت أن يجبهم في هذه المعارك الخاصة نعم إذن عضو غرفة عملية سرايا الدفاع بنغازي عبدالله الكديكي حدثنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك من جهته قال سلاح الجو تابع لعملية الكرامة أن طيرانه العمودي نفذ عدة غارات جوية فجر اليوم وحتى السابع صباحا استهدفت مواقع لسرايا الدفاع بنغازي في محيط منطقة جليدية أضف سلاح الجو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير مخزن للذخيرة ومنزل يحوي ذخائر وسبع سيارات وثلاث دبابات بحسب البيانة ونوها سلاح الجو تابع لعملية الكرامة إلى أن القوة التي تمتلكها سرايا الدفاع بنغازي قد تم تمويلها وتجهيزها منذ فترة طويلة حسب قولهم في بنغازي أفضى مصدر من مجلس شورى بنغازي بتجدد الاشتباكات في شارع المفاتيح ومقتل عدد من عناصر قوات عملية الكرامة جراء انفجار أحد الألغام بمحور الصابري أضاف المصدر نفسه أن عناصر الشورى تمكنوا من إبطال مفعول عشرة ألغام أرضية زرعتها قوات عملية الكرامة بالعمارات الصينية مشيرا إلى قيام سلاح الجو تابع لعملية الكرامة بشن غارات جوية على منطقتين جنفودة والجوارشة ليلة ثلاثة دون أن تسفر هذه الغارات عن وقوع أي ضحايا أفد مصدر بمجلس شورى بنغازي بأن قواتهم استعادت السيطرة على العمارات الصينية بالكامل وغنمت دبابتين من قوات عملية الكرامة حسب قوله وأضاف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم استعادت السيطرة أيضا على ميناء المريس بجنفودة بعد هجوم نفذته أمس الثلاثاء أضح المصدر نفسه أن قوات شورى بنغازي تمكنت من السيطرة على نقاط جديدة في منطقة الفجعات مشيرا إلى أن الاشتباكات ما زالت متواصلة في شأن آخر جدد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليح جدعوة البرلمان للمجتمع الدولي في بيان له أمس الثلاثاء إلى رفع حضر تسليح عن القوات التابعة لهم في حربها ضد ما سماه الإرهاب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه الشعب الليبي حيث أن ليبيا وبشهادة مخابرات الدول الكبرى غدت الوجهة الأولى للإرهابيين الذين يتدفقون نحوها من كل دول العالم أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن مدنيين عالقين في مناطق النزاع في مدينة بنغازي وإشدد كوبلر في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على ضرورة السماح للمدنيين بالمغادرة وتأمين ممرات آمنة لهم يشار إلى أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان كانت قد حملت المجلس الرئاسي مسؤولية سلامة المدنيين العالقين في منطقة جنفودا والمناطق المجاورة لها داعية إياه إلى توفير ممرات آمنة لضمان انتقالهم إلى مناطق أكثر أمنا وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مصراتة الباحث الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح سيد بن صالح بداية يعني كيف تقرأ تطور الاشتباكات في مدينة بنغازي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي السريع باتجاهها بنغازي لا شك أنه أحدث إرباكا للمشهد العسكري في المنطقة الشرقية بحيث أن التوقعات والاستنتجات وكذلك التحليلات من قبل العسكريين أو السياسيين أصبحت يعني لا تستطيع أن تضع المتطبعين والمعنيين بشأن اللي في صورة صحيحة واضحة للحدث دفاع السرايا الدفاع عن بنغازي السريع والغير المتوقع باتجاه بنغازي نقل حالة الحرب من وضع إلى وضع آخر ها هو مثلا مجلس شورة ثوار بنغازي ينتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم فاستطاع في اليومين الماضيين أن يسترجع بعض النقاط التي فقدوها في السابق ومن حالة تنقل ضربات المجعة إلى تصديق ضربات مؤلمة لكوات حفصر وهذا كله طيب سيد بن صالح هنا كما أشرت بخصوص استرجاع بعض المناطق ما الذي يعني ذلك؟ هو تقدم قوات رأي الدفاع عن بنغازي والخوف والهلع الذي أصاب حفصر وقواتها من هذا التقدم اضطرارهم لفتح جبهة ثانية على تخوم مدينة بنغازي وهذه الجبهة بكل تأكيد ستكون على حساب الجبهة في وسط بنغازي وهذا مما شجع ثوار أو مجلس شورة ثوار بنغازي للانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم وتثبيت ضربات إلى القوات التي تحفرهم في بعض المناطق وستطاعوا حتى من اترجاع بعض المناطق التي فقدوها في المواجهات السابقة طيب هنا كيف تقرأ التطورات الميدانية الحاصلة شرق مدينة جدابيا خاصة مع توارد أخبار من اقتراب سرايا الدفاع عن بنغازي من منطقة المقرون أعتقد أن هذا الحدث يعني أصاب قوات حفتر بنوع من الهلع وأصبح يعني يعني جعلهم بكل صدق يعني يقسمون جهود قتالهم بين فسمين قتما يقاتلوا في وسط المدينة يعني يقاتلون على جفاتين وهم بتأكيد يعني ليست لهم تلك القدرة الكاملة وقوة الكاملة التي بإمكانها أن تستطيع أن تحارب على جفاتين خاصة بعض واضح واضح إذن الباحث في شؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح حدثنا من مصرات عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إلى درنا حيث أكد عضو مجلس شورى مجاهدي المدينة سعد هبيل إغلاق الطريق الوحيد الرابط بين بوابة الحيلة وبوابة مرتوبة بتعليمات من أمر غرفة عمر المختار كمال جبالي وأضف هبيل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذا القرار جاء في إطار تضييق الخناق على المدينة وقطع الطريق على وصول الأدوية وسيارات الوقود والسيولة من جهة أخرى حذر المجلس المحلي بمدينة درنا سائقية شحنات الكبيرة من المرور بجسر الشلال إلى حين الشروع في سيانته بعد التفجير الذي تعرض له في الفترة السابقة والذي تسبب في حدوث تصدعات كبيرة فيه قد تسبب خطرا على سلامة السائقين في موضوع آخر أكدت الشركة العامة للكهرباء فرع درنا انقطاع الكهرباء منذ أمس الثلاثاء على منطقة الفتاح والساحل وبعض المناطق الأخرى في المدينة بسبب القصف الجوي بالقرب من محطة درنا البخرية وأضفت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من الصعب تغذية معظم تلك المناطق بطرق بديلة في الوقت الحالي رغم انطلاق العمل على ذلك دعية المواطنين إلى التعاون والصبر إلى حين إصلاح الدوائل المتضررة من القصف في ملف آخر أكد عضو المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص محمد السويب أن قواتهم تحاصر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط في مساحة لا تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة ونصف الكيلومتر وأضاف سويب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف مستمر بالمدفعية الثقيلة على أهداف تبعة للتنظيم وسط سرط كما نفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات التنظيم وأن أي تحركات لعناصره يتم رصدها أكد مدير المكتب العالمي لمستشفى مسرط المركزي عبد العزيز عيسى وصول ما يقرب من 241 قتيلا ونحو 1300 جريح من قوات البنيان المرصوص إلى المستشفى منذ انطلاق الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط أضح عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يقرب من 250 جريحا نقل إلى العلاج في إيطاليا وتركيا وتونس فيما غادر أغلب الجرح المستشفى بعد تلقيهم العلاج كما بيّن عيسى أن مستشفى مسرط يقتصر عمله حاليا على قسم الحوادث والطوارئ منوها إلى أن المستشفى يشهد نقصا في عناصر التمريض أعلنت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس أن الاستهلاك المفرط للكهرباء وتعرض أجزاء كبيرة من معيدات الشبكة للتلف بسبب الاشتباكات المسلحة فضلا عن التخريب لبعض مقراتها وسرقة المعيدات من أهم الأسباب التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد وأكادت الشركة العامة للكهرباء في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عزف بعض المدن والمناطق عن طرح الأحمال وهو ما زاد من عملية الضغط على الشبكة العامة هذا وقد دعت الشركة كافة المواطنين إلى الوقوف يداً وحدةً للمساهمة في تخفيف العبء عن الشبكة عضحت الشبكة العامة للكهرباء أنها قامت بمخطبة عدد من الشركات الأجنبية للعودة إلى البلاد وذلك لاستكمال مشاريعها ذات العلاقة بتطوير الشبكة العامة للكهرباء تعرض ززو كبير من معدات الشبكة للأضرار والتلف إما نتيجة لوقوعها ضمن مناطق اشتباكات مسلحة أو نتيجة لتعرضها لعمليات تخريب وسرقة من دوء النفوس الضعيفة ومما يزيد الأمر تعقيداً هو صعوبة وتعدر أحياناً إجراء عمليات الصيانة الطارية لمعدات متضررة إما بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لذلك أو لتعدر الرسول لأماكن الأعطاء نتيجة الظروف الأمنية ونبقى في العاصمة طرابلوس حيث أفد مصدر من الأمن المركزي فرع شمال طرابلوس باستمرار إغلاق طريقي 11 يونيو سابقاً وطريق الشط من قبل محتجين على انقطاع التيار الكهربائية مشيراً إلى أن المواطنين يستخدمون الطرق الفرعية في تحركاتهم بعد إغلاق طريق الشط وأضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن محتجين بمنطقة جورجي قاموا أيضاً بإغلاق طريق بالقرب من السفارة العرقية حتى مفترق مصر في الأمان وأكد المصدر صدور تعليمات للقوى الأمنية بعدم تعرض للمحتجين خوفاً من تصاعد الموقف حسب قوله أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر أن أمين عام جامعة الدول العربية أبدى حرصه الشديد واستعداده لدعم مسار العملية السياسية في ليبيا بأي طريقة ممكنة جاء ذلك عقب لقاء كوبلر مع أمين عام الجامعة العربية الجديد أحمد أبو الغيط أمس الثلاثة في العاصمة المصرية القاهرة حيث قام بإطلاعه على آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا الوضع في ليبيا ليس مرضياً وعلينا أن نعجل في تحسين الأمن والخدمات الأساسية للشعب يتعين على الليبيين أن يكونوا موحدين ويجب أن يكون هناك جسم عسكري موحد ومشترك تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسي في ترابلس ونحن نعمل على هذا الموضوع لأن محاربة الإرهاب يجب أن تكون على يد جيش الليبي واحد وليس على يد العديدين من الشرق والغرب قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أنه ناقش خلال لقائه بعضو المجلس الرئاسي المنسحب علي القطراني وعضو البرلمان زيادة غيم جميع الخيارات المتاحة في إطار الاتفاق السياسي للخروج من المأزق السياسي ووصف كوبلر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر الاجتماع الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة بالودي والبناء معربا عن تقديره لعزم المجتمعين على إنهاء معاناة ليبيين حسب قوله أعربت وزارة الخارجية التركية أمس ثلاثة عن ترحيبها بانتقال حكومة الوفاق الوطني من قاعدة أبو ستة البحرية في العاصمة طرابلس إلى مقرها الجديد بطريق السكة واعتبرت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن الانتقال خطوة مهمة نحو تطبيق الاتفاق السياسي مؤكدة أنها ستواصل مساهمتها ودعمها للخطوات التي ستتخذ من أجل السلم والمصالحة على أرضية الاتفاق نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل قسم التحري والضبط بمركز شرطة الجردى يقول إن القوة الثالثة أحبطت محاولة تهريب خمسة وسبعين أو خمسة وسبعين ألف حبة ترامدول إلى مدينة الزوار سرايا الدفاع عن بنغازي تؤكد مقتل عنصرين من قواتها جراء القصف الجوي من طيران الكرامة شرق اجدابيا وسلاح الجو تابع لعملية الكرامة يقول إن القصف أسفر عن خسائر مادية تجدد الاشتباكات في شارع المفاتيح ببنغازي وشورة ثوار يؤكد مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في انتجار لغم بمحور الصابر وتفكيك عشرة ألغام أرضية بالعمارات الصينية الشركة العامة للكهرباء بطرابلس تقول إن الاستهلاك المفرط هو أحد أهم أسباب انقطاع تيار الكهربائي وتؤكد أن عزوف بعض المدن والمناطق عن طرح الأحمال زاد من الضغط على الشبكة أهلا بكم من جديد قال قسم أو قال رئيس قسم التحر والضبط بمركز شرطة الجردة يحيى شويل إن عناصر القوة الثالثة المكلفين بحماية بوابة جويرت المال أحبطوا مساء ثلاثة محاولة لتهريب شحنة من مخدر ترامدول والحشيش إلى مدينة زليتن وأضاف شويل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أفراد القوة قبضوا على امرأة اتشادية الجنسية وشاب ليبي كان يحاولان تهريب 75 ألف حبة ترامدول و5 كيلو جرومات من حشيش البانجو بعد استلامها من أحد المهربين بمدينة سبهة أضح شويل أن التحقيقات أصفرت عن الكشف عن شبكة كبيرة لترويج المخدرات أغلب أعضائها من النساء منها شبكة تنشط في مدينة زليتن قال رئيس المجلس المحلي بني وليد علم بارك النقراط أن المواطنين المصريين المخطوفين قبل عشرة أيام وصلوا الأحد الماضي إلى منطقة راسلانوف في طريق عودتهم إلى بلادهم وبحسب صفحة المكتب العالمي بني وليد على الفيسبوك فقد أوضح رئيس المجلس المحلي أن المواطنين المصريين الستة احتجزتهم مجموعة مسلحة مجهولة في الطريق الرابطي بين مدينة مصراتة ومدينة بني وليد وتم تحريرهم عن طريق أفراد سرية حماية بني وليد وأشار النقراط إلى أن التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتسليمهم عن طريق المنطقة الشرقية مؤكدا أن المجموعة المسلحة اقتادت المخطوفين إلى جهة غير معلومة وطلب أهليهم بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمايد السايح الاثنين الماضي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر بمقر البعثة في تونس وبحسب موقع المفوضية الرسمي فقد تم بحث عدد من المواضيع المتعلقة بدعم العملية الانتخابية وبناء قدرات العاملين في المفوضية كما استعرض الطرفان مناقشة الأوضاع في ليبيا ووضع العملية السياسية في البلاد وكان كوبلر قد صرح بعد اللقاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الانتخابات هي مفتاح لإنهاء الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والدعم الكامل للإعداد للانتخابات القادمة أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي أن أساس اتفاق توحيد المؤسسة هو مباشرة مجلس إدارتها أعماله من المقر الرئيس للمؤسسة بمدينة بنغازي وأشدت المؤسسة في بيان لها أن جميع الإجراءات المتعلقة بتوحيدها يجب أن تتم خلال مجلس نواب وحكومة الأزمة والمجلس الرئاسي وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي إلى أن أي إجراء لرفع القوة القاهرة وحماية الحقول النفطية لابد أن يتم من خلال التنسيق مع حكومة الأزمة محملة المسئولية القانونية لمن يخالف ذلك أكد مدير جهاز الإسعاف بالكفرة إبراهيم بالحسن مغادرة الدفعة الأخيرة من الطاقم الطبي الكورية التي كانت تشغل المستشفى المركزي وبعض المراكز الصحية الأخرى بمدينة الكفرة أمس الثلاثة وذلك تنفيذا لطلب سابق من كوريا الجنوبية لرعاياها المقيمين بليبيا مغادرة البلاد بسبب توتر الأوضاع الأمنية وقال بالحسن لقناة ليبيا لكل الأحرار إن مغادرة الطاقم الكوري أدت إلى نقص حاد وأزمة على مستوى الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالكفرة حسب تعبيره من جهة أخرى قال بالحسن إن شحنة من الأدوية ومعدات خاصة بقسم الكولى وصلت أمس إلى المدينة النشرة وقد انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه سرايا الدفاع عن بنغازي تؤكد مقتل عنصرين من خواتها جراء القصف الجوي من طيران الكرامة شرق جدابيا وسلاح الجو تابع لعملية الكرامة يقول إن القصف أسفر عن خسائر مادية تجدد الاشتباكات في شارع المفاتيح ببنغازي وشورة ثواري تؤكد مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في انفجار لغم بنحور الصابري وتفكيك عشرة أمغام أرضية بالعمارات الصينية الشركة العامة للكهرباء ترابلوس تقول إن الاستهلاك المفرد هو أحد أهم أسباب انقطاع الطيار الكهربائي ويتؤكد أن عزوف بعض المدن والمناطق عن طرح الأحمال زاد من سرعة الضغط على الشبكة أشكركم لكرب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة